تستمر المعاناة في اليمن بسبب المعارك التي تشادها العديد من المناطق اليمنية وانعدام الخدمات العامة الأساسية في أغلب القطاعات لا سيما الصحية منها منظمة اليونسيف قالت أن كل ساعتين تموت أم وستة مواليد في اليمن بسبب المضاعفات التي تحدث خلال فترتين الحمل أو الولادة حيث أدى سنوات الحرب في اليمن إلى تدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة الحالات في ازدياد وفي حالات حرجة جدا مع مضاعفات بعضها تكون بمضاعفات الإسحالات بعضها تكون مضاعفات بسبب الغذاء نفسه داخل البيت يعني تدهور حالة الطفل حتى توصله إلى داخل المستشفى اليونسيف أكدت أن العديد من المرافق الصحية والمستشفيات في اليمن توقفت بفعل العمليات العسكرية بينما يعمل المتبقي منها بنصف طاقته بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات والملاكات في وقت تزداد فيه أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية بسبب قلة الموارد ومنع ميليشيا الحوثي وصول المساعدات الإنسانية أصبح الآن عندنا سوء التغذية الحاد والأخيم كبير جدا بسبب الشح الموارد الأتصاد النهار يعني أصبحت الحروب حاولت عنه تزدلنا العزمة على عزمة ثانية نستقبل حاد سوء التغذية هنا في قسم التغذية بالذات حاد سوء التغذية مع المضاعفات مع المضاعفات لتصاحبها إسهالات لتصاحبها التهابات لتصاحبها أمراض معدية منظمات ووكالات أممية عاملة في اليمن أكدت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم بسرقة المساعدات الغذائية والطبية المقدمة لإطعام الشعب اليمني وتحولها إلى مقاتليها كما تم رصد عمليات نهب الميليشيات لإمدادات الغذاء والدواء وبيعها في السوق السوداء أما فرق الأمم المتحدة الميدانية فإنها تشكو بشكل متكرر من الصعوبات التي تواجهها في أثناء محاولاتها في الوصول إلى بعض المناطق ووضع العراقيل أمام وصول المساعدات في الوقت الذي أكدت فيه تقارير أممية سابقة أن نحو 24 مليون يمني باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية الحرب في اليمن وإذ تدخل عامها الخامس أوقعت عشرات الآلاف من القتلى والجرحة بحسب منظمة الصحة العالمية بينما تسببت بانهيار اقتصادي تام وتدمير جزء كبير من البنية التحتية فضلا عن تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم اشتركوا في القناة